ومناسبة ماتش سانداونز عشان نقفل الصفحة دي طبعاً النهاردة رسمياً نادي سانداونز قدم اعتذار رسمي للنادي الأهلي بسبب بعض يعني محاولات الخروج على النص في بعض الأوقات من جماهير ومؤيدي سانداونز اللي تعرضوا لحافلة النادي الأهلي وكتبوا في البيان بتاعهم لطبعاً نادي مامالي دي سانداونز بيرفض بشكل قاطع زي ما حضراتكم شايفين دي طبعاً ده نص البيان الرسمي اللي خرج النهاردة بيرفض بشكل قاطع كل أنواع الخروج عن النص والتعصب والهتفات البازيئة اللي صدرت في حق النادي الأهلي وقال كمان إنه نكلف المسؤولين بالتحقيق في الشكوى اللي تم تقدمها وتعقب المخالفين والتحقيق معاهم مش بس مامالي دي سانداونز الحقيقة طبعاً شكراً على البيان اللي صدر من مامالي دي سانداونز لكن كمان اتحاد جنوب أفريقيا أصدر بيان كمان برفضه لكل محاولات الخروج على النص والاعتداء اللي تم على حفلة النادي الأهلي وأكد إنه هيتم التحقيق في الموضوع